أهلاً بكم متابعين الكرام في قناة تفسير الأحلام من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فطنة وذكاء وسرعة بديهة وسعة في العلم يروى أن يهودياً أتى إليه وقال له أعطني عدداً تصح قسمته على الأعداد التسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دون كسور فأجابه بسرعة قصوى اضرب أسبوعك في شهرك ثم ما حصل لك في أيام سنتك تظفر بمطلوبك فضرب اليهودي سبع أيام الأسبوع بأيام الشهر الثلاثين فكان العدد مائتي وعشرة ثم ضرب ذلك بأيام السنة الثلاثماء وستون فكان الحاصل خمسة وسبعون ألف وستماء فوجد الإجابة عن سؤاله فأسلم حيث أن العدد خمسة وسبعون ألف وستماء يقسم على كل الأعداد دون كسر يقسم على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بدون أي كسور وهذا العدد الوحيد في العالم الذي يقبل القسم على كل الأعداد دون كسور سأل كعب الأحبار علي بن أبا طالب قائلا أخبرني يا أبا الحسن عما لا أب له وعما لا عشرة له وعما لا قبلة له أجاب أما من لا أب له فهو عيسى وأما من لا عشرة له فهو أدم وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام فهو قبلة ولا قبلة له وسأله أيضا أخبرني عن ثلاثة أشياء لم ترقض في رحم ولم تخرج من بدن قال هي عصى موسى وناقة ثمود وكبش إبراهيم وسأله كذلك أخبرني عن قبر سار بصاحبه فقال ذلك يونس بن متة السجنه في بطن الحوت وسئل ما الصلاة التي إن فعلها أحد استحق العقوبة عليها وإن لم يفعلها استحق العقوبة أيضا قال إنها صلاة السكارة وسئل عن أطهر بقعة في الأرض ولا تجوز الصلاة عليها فأجاب تلك هي ظهر الكعبة سئل لو سد على رجل باب بيت وترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقه أجاب من حيث يأتيه أجله وسئل كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم أجاب كما يرزقهم على كثرتهم قام الإمام علي يصلي بالناس مرة وكان يقف خلفه يهودي فأراد اليهودي أن يسأل الإمام سؤالا يعجز عنه ويلهي عن أداء الصلاة بتفكيره بذلك السؤال فقال له يا علي سمعت أن رسول الله يقول أنت باب الحكمة لكثرة علمك وأريد أن أسألك سؤالا عجزته في الحصول على الإجابة عنه فقال الإمام سل قال اليهودي أريد أن أسأل ما هي الحيوانات التي تبيض وما هي الحيوانات التي تلد فقال الإمام علي الجواب سهلا تعجب اليهودي أظن منه أن الإمام سيلتهي في الصلاة وهو يتذكر الحيوانات التي تلد والحيوانات التي تبيض فقال كل حيوان له أذنان بارزتان يلد وكل حيوان ليس له أذنان بارزتان لا يلد سبحان الله والعلم الحديث أثبت صحة مقاله الإمام علي رضي الله عنه سئل الإمام علي بن أبي طالب ما أعظم جنود الله قال إني نظرت إلى الحديد فوجدته أعظم جنود الله ثم نظرت إلى النار فوجدتها تذيب الحديد فقلت النار أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الماء فوجدته يطفئ النار فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت السحاب أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الهواء فوجدته يسوق السحاب فقلت الهواء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الجبال فوجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته يقف على الجبال وينحتها فقلت الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يقعد الإنسان فوجدته النوم فقلت النوم أعظم جنود الله ثم وجدت أن ما يذهب النوم فوجدته الهم والغم فقلت الهم والغم أعظم جنود الله ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهم القلب فقلت القلب أعظم جنود الله ووجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت أعظم جنود الله ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته